الحمد لله القائل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَغَزْنَاهُمْ بِالْبَاسَي وَالْضَرَّهِ لَأَلَّهُ يَتَضَرَّعُونَ سُورَةُ الْعَدْعَامِ آيَا إِثْنَانُ وَعَرْبَعُونَ أَشْهَرَدَ اللَّهِ لَا حِلَّ اللَّهُ وَأَدَوْا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَرُ عَنَّا سَيِّدَنَا مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِهِ وَالَىٰ آلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِمًا عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهُ تَعَالَىٰ وَأَعْتِئُوهُ وَعَلَمُوا أَنَّ الْأَزْمَاتِ مِنْ سُنَنِ اللَّهِ الْكَوْنِيَّةِ منذ بدل القليقة وكثير منها أمنية أو إجتماعية أو بنية بما أكسب الإنسان الخيرات التي تعينه على التعامل مع هذه الأزمات وكيفية مواشاة أثارها السلبية لذلك حرص الإنسلام على بناء مجتمع قوي منع الذي يستطيع أن يواجه الكوارث والأزمات في هذه الحياة وفي أي وقت من الأوقات من خلال الدعوة إلى التعاون والتكافل والتراحم والتعاطف وصفى الله هذا المجتمع قائلا وَلَدْنَ بُلُّهَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَةِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُسِبَتُهُمْ قَالُوْهُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجَعُونَ وَالثَّمَرَاتِ كَالْبَرَاتِ وَالرَّمَالِيُوا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة الله مولي أمورنا خيارنا ولا توليها شرارنا الله مولي أمورنا خيارنا ولا توليها شرارنا وأغدعونا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة